خلينا نقول ان احنا يمكن اذا موقف صعب جدا بالنسبة لعدالة والتنمية وموقف تاريخي سيؤثر على مستقبل وخاصة في ظل حالة التصدع الموجودة منذ فترة ليس هذه الانتخابات فقط ولكن في الانتخابات السابقة حيث هناك تآكل لشعبية العدالة والتنمية هناك تشكيك في قدرة اردوغان على الاستمرار وقيادة المجتمع التركي ايضا جملة الاسباب والتحولات الاقلومية ومصدقية العدالة والتنمية وموقفه السياسية زي بعض القضايا وفيرها من العامل المختلفة وبالتالي تأتي هذه النتائج لتؤكد ان هناك فجوة كبيرة تتسع يوما بعد اخر وفي كل انتخابات قادمة اعتقد ان يمكن هذه الفجوة ستزيد خاصة ان العدالة والتنمية قدم معظم رصيده السياسي قام بتجربة فيها العديد من الاجابيات لكن تتآكل وهناك بعض الاشكاليات الموجودة على مستوى الممارسة السياسية وفق سياسات داخلية بالاساس والسياسات الخارجية على مستوى اخر سياسة الخارجية التركية تؤثرت بالتعويل على بعض ملفات الاسلام السياسي ثم عدم قدرتها على الموازنة والحصول على بعض المكاسب ايضا على المستوى الداخلي هناك ربما بعض المشكلات اللي يمكن تبدت خلال الفترة الاخيرة من المشكلات الاقتصادية وبالتالي خليني اجمالا اتحدث عن ان نتائج هذه الانتخابات لها اربع اسباب اول سبب هو البعد الاقتصادي وحالة الترد الاقتصادي التي كانت موجودة خلال الفترة الاخيرة اردوغان حاول ان يتدخل ربما تحسين هذه الاوضاع لكن نتيجة نهائية ليست كما يتطلع الشعب التركي خلال الفترة الاخيرة العامل الاخر هو عملية المقاطعة لانتخابات نسبة المشاركة اللي يمكن تتقلس يوم بعد اخر كانت 84.7 اصبحت 78.3% من 10% نسبة كبيرة ولكن هي تتراجع خصوصا مع وجود المحالين على المعارضة ومن سن كبار السن اللي بيبلغوا حوالي 16 مليون وبالتالي كان لهم اثر كبير جدا في مقاطعة الانتخابات وبالتالي ده المشاركة السلبية او المقاطعة ايضا العامل الاخر وهو البعد الايدولوجي اللي حكم تحركات الاحزاب الاخرى الشعب الجمهور اللي يمكن تمسك بالايدولوجيا العلمانية بعيدا عنها موآمات او موازنات سياسية وبالتالي استطاع ان يستكتب بعض الاصوات في الانتخابات الحالية البعض الرابع ويتمثل في حالة التكتل والتحالف التي ما كانت موجودة والتنسيق ما بين الحزبين السيطرة وعلى الانتخابات الشعب الجمهوري وديمقراطية الشعوب فانا شايف ان ده يمكن كان هناك ربما تنسيق وتناغم مهم جدا استطاعوا ان يأخذوا من رصيد المتأكل من العدالة والتنمية وبالتالي اجمالا نستطيع ان نقول انه ربما في بعض اجزاء هذه الانتخابات تم حسمها من خلال بين خاصين التصويت الانتقامي نوعا ما لفئة مهمة جدا من الشعب التركي اللي هي اخذت من نصيب العدالة والتنمية واستطاعت ان تذهب للجهة الاخرى وفي رأيي انه ليس بنانا على قناعات بالبرنامج الانتخابي او انتماء للبعض الايدولوجي ولكن هو نوع من تصويت الانتقامي كجزء مهم جدا وعمل مهم خامس اثر في نتائج هذه الانتخابة سيد هاني يعني غيطا من الشعع في ابجديات السياسة التركية بانه من يحظى باستنبول يحظى بتركيا ومن يخسر اسطنبول يخسر تركيا اليوم حزب العدالة والتنمية هل خسر فعليا تركيا وهو يعني لن يستطيع المشاركة بشكل قوي في الانتخابات البرلمانية والنئابية في عام الفين وثمانية وعشرين القادم يعني كلام حضرتك صحيح بشكل كبير وده ليس في هذه الانتخابات فقط زي ما قلت الانتخابات السابقة في مراحل فقد فيها العدالة والتنمية اسطنبول وبالتالي كان اشكالية كبيرة ربما غطت على معظم او اي مكاسب اخرى تحصل عليها في اي انتخابات اخرى وبالتالي انا شايف ان اسطنبول سمع انقارة وبعض المناطق المهمة مثل ازمير وغيرها اعتقد ان هي تمثل نقاط مضيئة ومؤشرات على رضاء وحالة تواجد وشعبية النظام السياسي وقدرته على استكمال المشهد وبالتالي اعتقد ان هي ضربة قوية جدا ستؤثر على النظام السياسي نفسه والعدالة والتنمية واردوغان وبالتالي ستكون هناك المزيد من الضغوط التي ستمارس عليهم خلال الفترة القادمة وفي رأيي ان تجربة العدالة والتنمية وبشكل موضوع اللي كان لها العديد من الاجابيات وبها العديد من السلبيات لكن هي في مرحلة افول نوعا ما ليست بهذا القدر من الشغف والجاذبية وحالة التفاعل الجماهير التي كانت معها وبالتالي نحن ازاء ليس برامك سياسية ونحن ازاء ربما صراع ايدولوجي نوعا ما هو الذي يجعل البعض متشبس هنا وهناك وهناك دائما هامش والفئة معينة هي من ترجح الكفة هنا او هنا او هناك بعيدا عن هذه الفئتان الجامداتين المتعلقين اصلا بابعاد ايدولوجية بعيدا عن مستوى الاداء السياسي لأي من الاحساد نعم شكرا لك سيدهاني على جميع هذه الاضحات والمعلومات كان معي من القاهرة هاني سليمان مدير المركز العربي للبحث والدراسات اشكرك جزيل الشكر